محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعده فهذا المجلس الرابع والسبعون بعد المائتين في تذاكر أحاديث رياض الصالحين وقد شرعنا في كتاب العلم وهذا أول أبوابه تمثنينا فيه في باب فضل العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين قال الإمام النوي ورحمنا الله وإياه وعن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فواه البخاري هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية بلغوا عني أي ما توثقتم بأخذه مني لا مجرد وهم أو إيهام يمكن الرسول قاله يمكن روية بلغوا عني أي ما علمتموه مما تلقيتموه مني ولو آية إشارة للتقليل لو آية واحدة ففي هذا بذل العلم الذي تعلمه العبد وإذاعته ونشره وأعظم ما يبلغ به العلم العمل به هذا أعظم ما يثبت به العلم في نفسه ويبلغه إلى الناس بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وهذا كان في آخر الأمر حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي في أخبارهم وأخبار بني إسرائيل عند التحصيل ثلاثة أقسام فقسم وافق ما في شرعنا فنمتثله ونعمل به لموافقته شرعنا لا لأنه جاء عنهم لكن لما جاءنا عنهم وافقا لشرعنا عرفنا أنه من وحي ربنا القسم الثاني ما جاء في شرعنا في خلافه ومخالفته ومبادته فهذا نرده لمخالفته شرعنا ولأنهم مما حرفوه فإن شرائع الأنبياء واحدة النوع الثالث والذي عليه مطلق الحديث أن يأتينا منهم شيء لا يخالف شرعنا ولا يوافقه فهذا نحدث عنهم ولا حرج لما أمن جانب الرسالة في حفظ الوحي في الكتاب والسنة ومن كذب علي متعمدا أي على الرسول صلى الله عليه وسلم فنسب إليه من قوله وقيله ما لم يقله أو نسب إليه من دين الله ما لم يشرعه عطوا بالكم يا أهل البدع فإن أهل البدع بلوا بهذا بلوا بلاء عظيما بأن ينسبوا إلى رسول الله وإلى دينه ما لم يشرعه استحسانا من عند أنفسهم أو اتباعا لمن يعظموه من مقلديهم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وعيد وزجر وتهديد بالنار لأقوعه في هذه الشنيعة من كبائر الذنوب وهذا الوعيد له حالتان فإن استحل هذا الفعل فهذا علامة كفره فهو مخلد في النار باستحلاله الكذب على رسول الله والكذب على وحي الله الثانية أن لا يستحل له وإنما هو بأنواعه فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وفي هذا الصدد من كان حريصا على الخير وانتشاره ونشر الأحاديث يتوقع ويتأكد وينتبه ما كل ما جاك فيها الرسالة يقدر برأسك معه انتبه لا أن ترسله لغيرك ولا أن تعمل به حتى تتأكد من مصدره ومن صحة نسبته إلى المقام النبوي الشريف صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم فإن بعض الناس يؤتى من هذا الباب من باب الخير والغيرة وحب الخير فكلما سمع حديثا استغربه أو استعجب به راح يذيعه ويشيره بين الناس وهذا كما أنه كان إلى عهد ليس في البعيد في النساء لا أن دخل في الرجال إذن اسأل وتثبت أن النبي قاله فإن كانت ما عندك الملكة يكفيك بذلك أهل العلم المؤونة نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل ومن سلك طريقا يبتغي به علما أي علما ينفعه الله به وينفع الله به غيره وهذا يشمل في أوله علم الشريعة كيف تعبد ربك وعلم ما ينفع العباد وينفع الخلق الثمرة سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة سهل الله له به طريق إلى الجنة لأنه سلك طريقا للعلم وطريق العلم طويل ليس قصيرا وتحتاج إلى مجاهدة وتمتابعة ولهذا العلم أطوى العبادة فافتقر فيه إلى تصحيح النية وتوجيهها والصبر والتحمل الثمرة أن الله يسهد له طريقا إلى الجنة في اللحظة الآخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما أدخله الله للجنة نسأل الله الكريم الواسع من فضله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم والحديث له قصة حديثة بهريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من المسلمين ليس عليهم إلا ما يسر عوراتهم في جوع ونقص فندب الناس إلى أن يتصدقوا فلم يبادروا فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل بصرة تكاد كفه أن تحملها من ثقلها وقيل إنه جاء بعرق تمر ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه الناس حثهم هذا الفعل في مبادرته فتتابعوا على فعله حتى صارت أمامه صبرة من طعام ومن مال فقال عليه الصلاة والسلام من سنى في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سنى في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء في اللقظة ها هنا ومن دعا إلى هدى ما الهدى؟ وش الهدى؟ ها يا أخي أنت مشغولا بالمسواق هل هدى مطاعة الله أو الهدى؟ لا لا ما يبهيك لا ما يبهيك ها ها يا إبراهيم الهدى هو أول حقه الهدى هو العلم العلم الذي تعلمه من الوهي الذي به يصح العمل وبه يدعى إليه فإن الله بعث نبيه بالعلم ما بعثه بعوائد الناس وإلا مألوفاتهم بعثه بالعلم الذي به هدايتهم كان له أجر من عمل به أي من تسببت عليه بهذا الهدى أن يعمل به فلك مثل أجره لا ينقص من أجور العاملين شيء فضلا من الله ورحمه نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم اللهم صلي وسلم عليه هذا حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين وهو حديث ثابت صحيح جامع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث انقطع عمله الذي تزداد به خيراته وأجوره إلا من ثلاث صدقة جارية قالوا أخرج منها الصدقة غير الجارية صدقة الجارية أي ما جرى نفعها وأول ما يدخل فيها الأوقاف أو ولد صالح يدعو له لأنه تسبب به والولد يشمل ولد من الصلب ويشمل ما دونه كلهم من ولده الثالث أو علم ينتفع به تسبب في علم ينتفع به إما في نفسه بأن أذاعه ونشره وإما بأن تسبب في انتشار هذا العلم فهذا مما يبقى للإنسان بعد موته يقول قائل مرنا أن المرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله نقول هذا مما دل عليه الحديث فإن هذا داخل في هذه الصدقة الجارية لماذا؟ لأنه حبس نفسه مرابطا في سبيل الله فكان مثل بل أعظم من الصدقة الجارية لأنه زاد عليه أنه يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة وأنه يؤمن من الفتان وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلم رواه الترمذي وقال حديث حسن نعم وعن نسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن في هذين الحديثين عند الترمذي في الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم وش أول حديث؟ الدنيا ملعونة نعم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلمة ملعونة هذا على جهة الذنب فليس المراد بها سب الدهري وإنما مراد بها الذنب فاللعن هنا بمعنى الذنب ملعون ما فيها ما فيها ملعون لا قيمة له لا فائدة منه إلا ما استثناه الله إلا ذكر الله كل ما كان دائرا في هذا المدار في مدائم ذكر الله أي تعظيم الله فذكر الله أي تعظيمه وأعلى ما في جمارته عبادته وما كان من وسائل ذلك وما ولاه أي ما كان متصلا به عمرتنا في الدنيا البناء والزرع والنسل والحرث هي من الأمور المباحة فإذا كانت في ذكر الله وفي عبودية الله صارت ماذا؟ صارت مثابا عليها مأجورا لها وعالما وهذا نصب على الإغراء ومتعلما في فضل العلم وأن العالم والمتعلم أي النافع نفسه والنافع وغيره خارج عن هذا الذنب ذنب الدنيا وذنب ما فيها ملحق بذكر الله عز وجل وما واله ويشمل العلمين علم الشريعة في نفسه أولا ويشمل علم نفع الخلق ثانيا ومن خرج في عدث الثاني ومن خرج يطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع هذا المعنى العام للجهات المعنى العام له مجاهدة النفس ومصابرته على الطاعة والعلم من أطول العبادة فكان فيه هذا الفضل ما الفضل أنه في سبيل الله حتى يرجع كالمجاهد الذي يجاهد العدو بالسنان فإن طالب العلم والمتعلم لله يجاهد بالبيان والذب عن دين الله وعن حرماته نعم فعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة وهو الترمدي وقال حديث حسن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يشبع مؤمن من خير حتى يدخل الجنة في الجنة سيشبع ويرضى ويقنع ولهذا الجنة ما فيها حسد من كان في المنزل في الدنيا وما في الجنة دني لا يحسد من أعلى منه قنع بما آتاه الله من النعيم الذي أنساه غيره والخير هنا عام ساقه هذا المساق لأن العلم فيه هذا الشيء لن تشبع منه كلما حصلت منه كلما عرفت أنك بحاجة أكثر وكلما لم تطب نفسك بما حصلت تريد الزيادة كالذي يخوض في البحر الخضام كلما خاض فيه كلما عرف أن ما حصل شيء ما قطع منه شيء هكذا العلم ولن يشبع المؤمن من خير في أفعال الخير كلها ومنها هذا العلم لأن العلم به صلاح هذه أعمال الخير في ثبوتها وفي صحتها وفي قصدها وفي تحقيق أشراطها وانتفاء موانعها نعم وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن الله أكبر هذا حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله فضل العالم على العابد العالم ذو العلم والعابد اللي ما عنده علم عنده عبادة كفضلي على أدناكم كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى واحد من أمته في فرق يا أخواني طون شاسع وبهذا فضل العلم وشرف أهله بهذه النسبة والملائكة في السماء وعمار السماوات والأرض والحيتان في البحر والديدان في الأرض ليش يصلون أن يستغفرون ويدعون لمعلم الناس الخير لأن خيره نافع متعدي ينشر الخير يعلمهم يشمل علم الشريعة في سنته عليه الصلاة والسلام الغرى ويشمل كل علم ينفع العباد من طبب الناس ينفعهم له هذه المزية من أحسن إليهم يعلمهم حتى لو بعلم الدنيا له هذه المزية في رأس الأمر في علم هذه الشريعة وهذا لو لم يأتي في فضل العلم إلا هذا الحديث وفي شرف أهله لكفى فضلا أنه ما زال محمودا في السماء والأرض ما زال فضله متعدي ومعروفه نافع لغيره كالشمس وكالنجوم تضيء لغيرها تحفرق في نفسه لكن تضيء لغيرها فيتكون في دياجير الظلم نيشان ومعرفة لأهلها هذا شأن العلم وشأن أهله ومثله حديث أبي الدرد نعم وعن أبي الدرد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سالك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات من في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه بداود والترمذي وهو حديث حسن هذا حديث أبي الدرد رضي الله عنه ويمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما في حديث مسلم عن نبي هريرة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وضع الأجنحة الخضعان لأنه يحمل وحي الله ونفع عباد الله وإن الملائكة في السماء في الرواية لساقها وإن أهل السماوات والأرض وحتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير والعلماء وفضل العالم على غيره كفضل القمر على سائر الكواكب القمر إذا ظهرت تشفون الكواكب يا الله القو منها اهتخافت مخافتها ومثل هذا قول نابغة ذبيان لما مدح المنذر بماء السماء ألم ترى أنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كواكب فضل العالم على غيره كفضل القمر على سائر الكواكب ضياء نوره أخفى هذه الكواكب فصار العالم الباذل لهذا العلم كمثل هذا القمر يضيء للناس الدروب يظهرهم من دياجير الظلم أي ظلم ظلم الجهالات والبدع والخرافات ظلم المفاهيم المغلوطة والعوائد الخاطئة وإن الملائكة في السماء والحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير والعلماء ورثت الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورثوا أموالاً وعقاراً ودوراً إنما ورثوا هذا العلم وهذا الدين من أخذه أخذ بحض وافر فهم ورثتوا العلماء هم ورثتوا الأنبياء العلماء ورثوا الأنبياء وفيه فضل العالم الباذل وسيأتي شناعة العالم الكاتم الذي يكتم العلم ولا يعلمه نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبكم وبالمسلمين وأن يسلك بنا وبكم سراطه المستقيم ويخالف بنا وبكم طريقة أهل الجحيم نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدين ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم كل ما دخل في إذاعة العلم من نشر كتاب أو إذاعة معلومة صحيحة متأكدا منها أو دل على الخير في العلم أو ساعد فيه ولو بأدنى شيء دخل في هذا الأجر ومستقل ومستكثر وفضل الله واسع نعم سمع العابد العابد على نوعين إذا عبد الله بعلم دخل فيه العلم الذي آتاه فعبد به أفضل منه الذي يعلم العلم والذي يجلس في مجالس العلم أفضل من عابد ينظر إلى محض العبادة تكرر سؤالكم أنتم كم مرة عن اتباع الجنائز والحضور في مجالس العلم هذا الحديث دال عليها أنا ما بعد خلص جوابي فالعابد في عبادة من صلاة أو اتباع جنازة له أجر لكن المتعلم للعلم أعظم أجرا منه وأفضل سعيا منه وإن لم يفعل عمله بأنه اتبع الجنازة إلى أن تدفن ومن استمع لها وحضرها وأفاد منها ونقلها كل هؤلاء معاوين وأعوان في نشر العلم وفي بثه سم ذكرنا أن مراد به العلم الشرعي في الأصالة ويدخل فيه كل علم نافع كل علم ينفع دخل في هذا البال نعم الأسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل ما جاءنا من أخبارهم وأحوالهم وقصصهم ومروياتهم هي على أنواع ثلاثة هي على أنواع ثلاثة كما ذكرنا شيء وافق شرعنا فنؤمن به لموافقته شرعنا لأنه حق دل على صدقه وحقه شرعنا وقسم خالف شرعنا فلا عبرة به نرده لأنه باطل قسم لم يخالف ولم يوافق فهذا لا يلتفت له لا بالموافقة ولا بالمخالفة والله أعلم نعم فضل نعم 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 أنها على أقسام ثلاثة وابتداء لا يوصى عامة الناس ولا المبتدئون في الطلب ولا المتوسطون بأن يطالعوا في كتب بني إسرائيل لأنهما يفرقون بين الحق والباطل الصح والخطأ يمكن أن يرون شيء يعجبهم وهو سم فيه عسل فيه سم وإنما يكون هذا لمن عنده أدات وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام غضب قال وأنا بين أظهركم أفي شك يمن الخطاب فتركها عمر رضي الله عنه هذا الذي جاء عن أهل العلم إنما هو مخافة على العبد أن يظل وأن يصدق وهو خلو من العلم وإلا فقد علم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم السريانية ليقرأ له كتب أهل الكتاب كم خذنا والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد شكرا